بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أركان الاقتصاد الإسلامي الركن الثالث التكافل الاجتماعي وهذا الركن هو مبدأ التكافل الاجتماعي مبدأه أن الناس يتفاوتون في القدرة على العمل وفي المواهب والإمكانيات والتدريب وعدم التدريب وهذا يؤدي إلى أن أن يكون هناك في المجتمع فئات ربما لا يقدرون على العمل وهذا العمل الذي هو الأساس في الحصول على المال والتملك والعيش الكريم فلذلك شرع التكافل الاجتماعي حتى يضمن لهؤلاء العاجزين عن العمل أن يعيشوا حياة كريمة وعيشا لائقا بالإنسان فهذا هو مبدأ التكافل لكن هناك وسائل لتحقيق هذا المبدأ مبدأ التكافل الاجتماعي من هذه الوسائل الزكاة فالزكاة هي ركن من أركان الإسلام وتعتبر حق في مال الغني يعطى لي الفقير وهذه الزكاة هي حق للفقراء والمساكين في أعناق الأغنياء سواء كان الأغنياء أفراد أو كان مؤسسات وبهذا بإخراج الزكاة يعطون هؤلاء الفئات من الناس الذين لا يستطيعون العمل والعاجزين عن العمل والذين يعانون من الفقر فبالتالي يؤدي ذلك إلى إعطاءهم ما يكفيهم من سبل الحياة التي يعيشون في ظل هذه الدولة أو في ظل هذا المجتمع الذي يعيشون فيه يعيشون حياة كريمة تليق بهم كبشر وهذا يؤدي إلى المحبة والتآلف بين الأغنياء وبين الفقراء أيضا من الوسائل الإرث والإرث أو الميراث يؤدي إلى أنه يوزع هذا المال على الورثة فيغني هؤلاء الفقراء والمساكين وكم من فقير ومسكين كان لا يملك قوة يومه ثم رزقه الله سبحانه وتعالى بأنه ورث ميراثا فأصبح فأصبح غنيا بهذا الميراث فهذا من الوسائل كذلك من الوسائل إعطاء المحتاج من بيت المال وهو ما يسمى عندنا وزارة المالية فيعطونا منهما يسد حاجاتهم ويغنيهم عن المسألة وربما يكون في الضمان الاجتماعي أو صرف إعانات سنوية أو نحو ذلك من الأمور التي تعطى لهؤلاء الفقراء والمساكين حتى يعيشوا عيشة كريمة كذلك النفقات الواجبة كالنفق على الزوجة والنفق على الأبوين والنفق على أولاد وغيرهم من القارب فإن هذه النفقات واجبة وبالتالي فإن هذه النفقة تغني المنفق عليهم وتمنعهم من ذل المسألة الكفارات حينما يقع الإنسان في معصية لها كفارة ككفارة اليمين أو قتل الخطأ أو الظهار أو نحو ذلك من الكفارات فإن هذه الكفارات تكون من المال وبالتالي توزع على الفقراء والمساكين وتؤدي إلى أنهم يعني يغتنون بوجود مثل هذه الكفارات كذلك الصدقات والهبات والعطايا وهي أنه يعطي الإنسان للإنسان بدون مقابل يتصدق عليه يرجو ما عند الله عز جل أو يهبه لمحبة أو نحوها أو يهديه من أجل التآلف والمحبة قد ورد في الحديث تهادو تحاب كذلك تقديم القروض بدون فوائد سواء كان من الأفراد أو المؤسسات أو من الدولة تقدم القروض لهؤلاء الفقراء حتى يستطيعوا أن يقيموا مشروعاتهم التي من خلالها يغتنوا ولا يوخذ عليهم فوائد حق الضيافة كذلك أيضا هذا من الوسائل في التكافل المبدأ التكافل الاجتماعي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم فليكرم ضيفه ويكرمه بما يستطيع وبما يقدر وبما يقدر عليه كذلك الأضاحي فإن من السنة أن يتصدق بالثلث وأن يهدي الثلث فثلثة الأضحية هي تكون في سبيل الله للناس ثلث منها يهدى وثلث منها يتصدق به العقيقة عن المولود أيضا يتصدق بالعقيقة عن المولود وهذه أيضا تؤدي إلى أنها مبدأ من مبدأ التكافل هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر